بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية عاوزين نركز مع بعض كويس جدا نهاردة عشان هناخد إزاي نقف على الهاء المتطرفة أو التاء المربوطة وده درس مهم جدا معنا الألم بتاعنا ونعمل علامات واللي مش عارف العلامات يروح يراجع درس صورة الناس هحط هنا تحتها أربعة عشان همدها أربعة حركات الدال هحط تحتها مثلث عشان هايها هقلقلها انون هحط تحتها ايه نقطة عشان ايه هغنها الباء هحط تحتها مثلث عشان ايه هقلقلها والنون هنا نفس الكلام يحط تحتها نقطة والميم ها وهنا يحط يد تحتها نقطة عاوزك تعمل لي سهم زي ده كده تمام ها والميم تحتها نقطة هغنها وتحت النون دي يحط له علامة غلط كده عشان ايه مش هنغنها عشان ما ننساش هنحط تحتها نقطة هنا الميم مشددة هنغنها ها وهنا هنحط تحتها أربعة عشان هنمدها ها مثلث هنقلقلها ونعمل هنا غلط كمان عشان ايه ما ننسهاش يلا مع بعض واللي ما عملش العلامات ومكسل يروح يذاكر ايه صورة الناس ويعمل العلامات عشان يستفيد اكتر القارعة وسكن اللام ومرققة الهمزة واللام ال القارعة القارعة عندي هنا ايه تأمر بوطة لما اجي اقف عليها بتتحول الهاء ولازم ابين ايه الهاء دي لان لو قلت اخر حاجة لعين يبقى كده حذفت حرف من القرآن اللي يقول ايه القارعة يبقى القارعة نازل ما باين الهاء اللي في الاخر دي والهاء دي عبارة عن ايه هوى موظمها ايه هوى بس الهوى ده بيخرج من ايه من الحلق اللي ايه مخرج الهاء لان في ناس بتطلع الهاء دي هوى بس النفس صوت النفس اللي هو الزفير وده طبعا غلط بيطلع ايه الهاء او التقل المربوطة اللي ما اقف عليها صوت نفسه ده ما بيعدوش على ايه مخرج الايه اللي هوى من الحلق او يكون فيها مثلا 20% من المخرج لازم كلها تكون خارجة ايه من المخرج طب نعرف ازاي انها من المخرج ولا صوت نفس اللي هوى الزفير لما تحس كده انها فازنة او فائوة او سامحها كده واضحة جدا هو ده صوت النفس اللي هو ايه اللي هو ده النهجان صوت النفس بتاعك العادي يعمل ايه القارعة اللي هو الصوت ده ده مش هاء ده صوت نفسه القارعة انا ايه بأكد عليها كتير ليه لان مشهورة كتير جدا الخطأ ده وناس كتيرها جدا بتهيلان ده صح ونفسها تعمل كده مش عارفة ده صوت النفس وتحس ان الحتة دي كلها المريء بقى والحنجرة والمكان ده والقصبة الاوائية فازنة كده لانها بتشتغل معاك لان ده نفس انما لما اجي خرج الها اللي هي الحقيقية بخرجها ايه بحس ان الحتة بتاع الحلق بس هي اللي فا ايه الصوت وخارج احس ايه بس ليه ها 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 القارعة 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 في فرق كبير جدا نقول لي اتنين كده جنب بعض عشان ايه نلاحظ بسرعة هنقوله الصحيحة الاول القارعة القارعة في فرق كبير جدا التانية بتبقى قوية وفازنة كده يبقى نخرجها من اين؟ بالحلقة القارعة ريعة ها ها مش ها ها تمام؟ دي ضروري جدا والصورة دي كلها مركزة على الحكم ده زي صورة الهومز عاوزين نخرج من الصورة دي عندنا القاعدة دي كلها ايه؟ صحيحة 100% ما نحتاجهاش تاني في ايه في كل القرآن نخرج الها ايه؟ من مخرجها من الحلق ويكون صوتها واضح ايه وقت خرجها نفس؟ وايه وقت تحبسها؟ القارعة 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 ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هنمد اربع حركات وقولنا اربع حركات يعني ايه؟ هي وما أدراك اللي هو المد الطبيعي هنمد ادو كمان مر بدل ما اقول وما أدراك هقول ايه؟ وما أدو مرتين تمام؟ الدال حطت تحتها مثلث عشانها قلقلة عشانها عليها سكون وكلنا كاتبين ايه حروف القلقلة في الهامش أدراك وحافظ على مرقاقة عشان الرأي اللي بعدها أد ما قولش أض أد وما أدراك وما أدراك ما القارعة وعا تنسلها وعا تطلعها هي الصوت النفس بتاعك يوم يكون الناس هقولن هنا وانا حاطت نقطة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الباقها قلقلها ما تنساش المب المب كالفراش المبثوث والثاء قلنا ايه طرف لساني يلمي السنتين اللي فوق ايه وعد دخله جوه اتخلىها سين يبقى كده غيرت في القرآن وحرفت ساء لا ثو والثاء اللي في الآخر هاف عليها لازم يبينها زي الهاء كده بالضبط وتكون أوضح لان الحرف اللي في الآخر ده بقى حرف ضعيف عاوز كده ايه عناية المبثوث المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المبثوث انا الشايف اللي بتطلعها السين ده جاي لك دلوقتي وتكون الجبال العهني وتكون الجبال كالعهني العهني المنفوش هنا قلنا هنغن عشان النون مش على تشكيلة قلنا النون مش على تشكيلة هنغنها او النون المشددة تمام والشين زي الثا كده ابينا في الآخر المنفوش لازم بفاقى صوت الوش ده هي طبعا سهل جدا وتكون الجبال كالعهني المنفوش فاما من مشددة هنغنها ما تنساش من ثقلت نقول مش على تشكيلة هنغنها تمام والثاء ايه وعد ده خلسنا الجوة فاما من ثقلت موازينه الهاء ايه وعدين ستخرجها موازينه تبينها فاما من ثقلت سمعك يا اللي بتقول ثاء ثاء ثقلت ثاء ثاء ثقلت التاء لازم تبين فاكرين لما قلنا سورة ايه تبت تبت ثقلت ثقلت فاما من ثقلت موازينه ايه وعدين ستعجل ثقلت واخد نفس كبير فاما من ثقلت موازينه ايه وعدين سألها فهو في فهو ضم الهاء ايه وعدين ستقول فهوة او فهو فهو في فهو في فهو في فهو في عيشة الراضية فاكرين لما قلنا نعمل كده في الاول اللي هو السهم ده عشان هندخل التاء في الراء دي اسمه اتغام كامل وشرحناه قبل كده هم تر عيشة تر راضية عيشة تر راضية وان علامته ايه نلاقي الفتحتين او الكسرتين مش فوق بعض بالضبط واحدة سابقة تانية والحرف اللي بعدها عليه ايوة شدة شاطر احسنت يبقى لاقي الفتحتين كده او انهم مش علاقة تشكيلة والحرف اللي بعدها عليه شدة يبقى دي اتغام ايه كامل ومن غير غن عشان في الراء يبقى تر 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 فهو في عيشة الراضية تمام والضاد ض ض والتالي مربوطة ايه واحدة تنسى الهاء راضية فهو في عيشة الراضية واما من خفت سمعك يا اللي بتغن هنا ايه واحدة تغن انا عشان كده اقول تعمله ايه اكس اللي يا فيه او غلط ايه وعد هن دي على اسكون هنقول ايه من من خفت من خفت من خفت وبين التأزي دي لكن هنا ايه من ثقلت من ثقلت واما من خفت موازينه 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 فأمه هنغن الميم ايه واحدة تنسى هاوية ايه واحدة تنسى الها فأمه هاوية ما هي تمام نار ما نقولش بقى نار زي ما بنقول عندنا كده نار لا نار نار اللي هي ايه ناجي نون ناجي نار هنا بقى مش هنعمل زي هنا هنبقى النون التنون الساكن عشان بعدها حق وقتلاقي الضمتين دول شوف ايه فوق بعض ازاي اه غير لما يكونوا جنب بعض نار نار ارجع كده لصورة الهمزة تلاقي اللام واي لون عليها الضمتين جنب بعض ايه عادي وقف وروح شوفها وتعالى تاني غير الضمتين دول دي هنظهر ايه نون التنون الساكن انما هناك هنعمل زي هنا بالضبط نار نار حامية حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية ترجمة نانسي قنقر